بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الكثير من الناس يسألون هذه المؤمنة عنه ماذا يجب أن تكون المأموم أو المؤمنة يجب أن تكون مقابلًا مع ذلك الإمام أو لا وهذا هو موضوعًا ويوجد لا يوجد أحد المؤمنة التصميم بمؤمنة الإسلام وكما ما كان حبيبًا ما كانت تحضير والشيخ صعيد المبروك القنوب هو أن المؤمنة المؤمنة لا يجب أن تكون موضوعًا مع ذلك الإمام ومنه يقضي الحاجة ويقضي الحاجة على تصميم من مُعَاد بن قبل رضي الله تعالى عنه الذي يسعى خلال محمد رضي الله تعالى عنه العشاء الخلال وكان يذهب إلى عائلته وكان يساعدهم في العشاء الخلال لذلك يسعى خلاله عندما يسعى خلاله الخلال الخلال وكان يسعى خلال الخلال الخلال لذلك الاثنتيسة هذه الحديث يسعى نفسنا بأن المؤموم والإمام لا يجب أن يكون مُعَاد بن قبل رضي الله تعالى عنه وكان يسعى خلاله وكان يسعى خلاله وكان يسعى خلاله يسعى خلاله يجب أن يسعى خلاله وكان يسعى خلاله الشيخ سعيد القنوبى قال يسعى خلاله يسعى خلاله يسعى خلاله كما تعلمونه أن الإمام يسعى خلاله لنسعى خلاله وإذا لم تعرف أو كما تكون هناك بحاجة يجب أن يكون جيدا إن شاء الله تعالى I ask Allah سبحانه وتعالى to guide us to the straight path إنه وليه ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته